أهلا بكم مشاهدينا إذن الأسواق الإماراتية يبدو أنه لدي أبوظبي يفتتح على تراجعات بعشر نقطة المئوية بعد أن أنهى الجلسة السابقة على ارتفاعات ولو أنها طفيفة يعني مبال هذه الأسواق الخليجية ليس لديها من الأخبار السلبية التي قد تؤثر على مسارها إنما نشهد تراجعات ولو أنها بمسار بطيء نوعا ما بأقل من نسبة عشر نقطة المئوية خلال الجلسة الحالية في دبي مسار هادئ نسبيا ليس لدينا الكثير من التداولات أو قيم وأحجام السيولة تراجعات في أبوظبي أيضا عشر نقطة المئوية لدينا الكويت مزال مستقر إذن بعد أن أغلق الجلسة السابقة على ارتفاعات تصل إلى حوالي عشرين نقطة المئوية ولكن افتتاحية هذه الجلسة تبدو على هدوء مسار الجلسة الحالية مسقط أيضا لم يشهد أي تداولات خلال هذه الجلسة هذا بالنسبة لي طبعا أداء الأسواق الإماراتية افتتاحية يبدو بأن دبي يعكس تداولات إلى ارتفاع خلال الجلسة إلى عشر النقطة المئوية والكويت يفتتح على تراجعات بأقل من نسبة عشر بالمئة دعونا نلقي نصف